عايزة عايزة اخد حضراتكم لي خبرين مهمين جدا الخبر الاول هو طبعا دي يعني بريقة امل ان شاء الله لنادي الزمالك لعودة الاستقرار مرة اخرى باذن الرحمن باذن الله ان شاء الله باذن الله عن طريق طبعا محامي الدولة قدمت الدولة النهاردة عن طريق المحامي طعن على الحكم اللي طلع بالعزل للمشاريع المنطرة منصور وطلب المحامي الدولة وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة لانه خلف القانون والمواصيق الدولية التي من ضمنها او بتعظم من شأنه من شأن الجامعات العمية صاحبة الحق الاصيل في التغيير سواء اضافة او عزل لا يجوز لاي حد حتى لو كان الوزير مع تغيير احترامنا طبعا وتقديرنا للمعال الوزير الشاب الرياضة او اعضاء المجلس نفسهم وفقا للمادة 41 وفي القانون 71 لسنة 2017 في المادة 19 بانها تعطي الحق للجامعات العمية فقط لخطورة هذا القرار هي بتعطي هذا القرار بيعطي للجامعات العمية الحق فقط في العزل او التغيير او اضافة اي عضو من اعضاء المجلس القانون ده طلع علشان يمنع التدخل الحكومي القانون اللي هو 41 والمادة 41 في القانون 71 لسنة 2017 طلع ليه عشان يمنع التدخل الحكومي في شون الرياضة وحتى لو كان الاعضاء عشرة العشر اعضاء يا جماعة ما يقدروش يزيلوا اي عضوية يعني حتى كمان لا يملكوا العشر اعضاء بتوع المجلس انهما يزيلوا عضوية ده ده قانون عضوية اي رئيس نادي والليحة الحالية الوحيدة الصادرة من معالي وزير الشاب الرياضة والمادة 97 بتمنع اتخاذ هذا القرار يعني دي حاجات برضو مقدمات كلها كل دي تقدم بها محامي الدولة النهارد انتهى الطعم بمطالبة المحكمة باقاف تنفيذ القرار الصادر بالعزل لانه لا يحقق اي مصلحة عامة بل يؤدي الى اضرار جسيمة بالنادي يصعب او يصعب تداركها دي نقطة مهمة جدا يا جماعة طيب ايه بقى الخلاصة الحكم الحكم مرجح للالغاء يعني ان شاء الله بزيلا فيه امام الادارية العليا لانه خالف القانون واللوايح الدولية وتعدي صارخ على الجامعية العمومية كل هذه الامور من شاء الله ان شاء الله بازن الله بازن الله يبقى فيه انفراجة في المستقبل القريب جدا جدا لنادي الزمالك بعودة مجلس دارة او ما عودة المشار مرتضى مرة اخرى بازن الله دي حاجات كلها طبعا النهاردة فقط الدولة عن طريق المحامبة بتاعها قدمت الطعن وانتهى هذا الطعن الى انه هو قدم كل الحجج اللي هي بتثبت ان الجامعية العمومية فقط هي لها الحق انها تزيل اي عضوية اي ما حتى اعضاء المجلس الادارة ما يقدروش يزيله تبقى للقوارين وتبقى للوايح